بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطهرين السلام عليكم سادة الأكارم تحية طيبة عطيرة زكية لكم أينما كنتم وكيفما حللتم وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السداد والتوفيق فيما نقدمه وفيما ستشاهدونه وتتابعونه عبر مجموعة قنوات كربلاء الفضائية التي مرآة العقيدة ورأة الأحرار سادة الأكارم تعد ملحمة كربلاء جزءا هاما في تاريخ الدين الإسلامي وذلك لما تحمله من أسس تدعو إلى التبصر والبحث والدراسة لا سما بما يتعلق بين مفاهيمها وأطرافها والأساس الذي قامت عليه والهدف الإلهي منها وهذا ما يلزمنا سادة الأكارم أمام أهل الفكر والبحث وكل ما يحاول أن يخطئ سيد تلك الملحمة العظمى أن نرد بالأسس العلمية والمنطقية والتحقيقية وغيرها وأن نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة من بيان مفهوم عنواننا الموسوم ملحمة كربلاء دراسة وتحقيق بالإضافة إلى بيان ما سنتطرق إليه في هذه الرحلة البحثية من عنوانات مهمة جدا ذلك سيكون إن شاء الله تبارك وتعالى مع سماحة العلامة المحقق والأستاذ في الحوزة العلمية السيد سامي البدري لك التحية والإكرام سماحة السيد وشرفتنا ونورتنا في هذا البرنامج المهم مرحبا بكم سماحة السيد كثروا الكلام والحديث عن واقعة كربلاء فتجد هناك ناقد وتجد هناك موالي وتجد هناك محقق وتجد هناك مدقق في كل أبعاد تلك الملحمة السامية التي أراد منها الإمام الحسين عليه السلام أن ينهض بالأمة من أجل إصلاحها وبنائها وانتداد لرسالة الأنبياء وبما أننا نسير ضمن رحلة بحثية مهمة لنعطي من خلالها رسالة مهمة للمتلقي أي كان وبأي صفة كان لابد لنا من الوقوف عن معرفة مفهوم المقصد من ملحمة كربلاء لكم الحديث على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله عليك يا أبا عبد الله عنوان ملحمة كربلاء يثير بين أيدينا اسم كربلاء أين تقع كربلاء؟ هي ناحية تقع الشمال مدينة الكوفة تشكل هي والنجف هضبة هذه الهضبة مثلثة الشكل وهي الهضبة الوحيدة في السهل الرسوبي الهضبة الوحيدة الوحيدة في السهل الرسوبي طرف الهضبة الآن المشاهد الكريم طرف الهضبة الشمالي قبر الحسين عليه السلام كربلاء وطرف الهضبة الجنوبي الشرقي طبعا فوق الشمالي الغربي قبر أمير الممني النجف وبالتالي إذن يمكن أن نسمي هذه هضبة النجف كربلاء يمكن أن نصطلع عليها بهذا نصطلع عليها هضبة النجف كربلاء وهذه أشار إليها أمير المؤمنين عليه السلام إشارة في يوم وفي وقت ما كان هناك فضائيات وصور من الجو وبالتالي معلم من معالم علم أمير المؤمنين المتميز بحيث سور لنا أنه أن الحسين عليه السلام هو أو كربلاء هي ظهر الكوفة التي تحتاج بوقتها أكمار صناعية تدقى بذلك أحسنتم في ذلك هذه طبعا من الناحية الواقعية قبر أمير المؤمنين عليه السلام يرتبط بأوسع وأقدم مقبرة في العالم لأن التراث يأكد أن قبر أمير المؤمنين عليه السلام هو نفس قبر نوح وإلى جنبه هود وصالح السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح وجاريك هود وصالح وقد وردت في روايات أهل البيت عليه السلام هذه الكلمات بأبي هو وأمي المدفون بظهر الكوفة وبالتالي إذن كربلا هي ظهر الكوفة وهكذا في روايات أخر طبعا هذه الهضبة لا نريد أن نسلط الضوء عليها وتأخذ كامل الحلقة والتي تحتاج فعلا إلى أكثر من حلقة للحديث عنها في كتاب الكافي عن الإمام الصادق سلام الله عليه سئل عن صوم يوم تاسوعاء قال تاسوعاء يوم حوصر فيه الحسين عليه السلام وأصحابه بكربلا واجتمع عليه خيل أهل الشام وأناخو عليه وفرح بن مرجانة أي عبيد الله بن زياد والي الكوفة من قبل يزيل وعمر بن سعد بن أبي وقاص القائد القرشي الذي عينه بن زياد على خيل أهل الشام وفي هذا الجيش الذين شهدوا شهادة الزور على حجر وأصحابه حجر معدي موجودين وتسببت هذه الشهادة في قتل حجر وأصحابه يقول وفرح بن مرجانة وعمر بن سعد بتوافر الخيل خيل أهل الشام وكثرتها واستضعفوا فيه الحسين وأهل بيته وأصحابه وأيقنوا الكلام هنا أنه لا يأتي الحسين عليه السلام ناصر ولا يمده أهل العراق إذن أهل العراق ليس هم الذين قتلوا الحسين عليه السلام هذه تحتاج إلى تدقيق خيل أهل الشام هذه رواية عن الإمام ماذا يظهر لنا سماحة السيد في هذه النقطة هل أن هناك ثمة تغيير ديمغرافي حصل بالتأكيد إلى أي مستوى يعني ينبغي لنا أن ندرس ما صنعه معاوية سيأتي إن شاء الله في الشخصية في الطرف الأول والشخصية الأولى سيأتي إجراءات معاوية الديمغرافية قبل قبل الواقع بعشر سنين عظيم بسبب تسع سنين تماما سيأتي إن شاء الله ولذلك الذي حاصر الحسين كما يقول الإمام سلامه خيل أهل الشام وأهل العراق ما كانوا في المعركة إلا الذين كانوا في الجيش مع الحسين اللي هم أصحاب الحسين سلام الله وأغلبهم جاء معه من الحجاز تماما وسيأتي إن شاء الله الحديث عن هذا الموضوع وإنما نريد أن نبين أن هذه الروايات مهمة جدا جيد يقول طبعا ما المقصود بالملحمة الملحمة هي قصة المقتل قصة مع طقوس أما مجرد قصة ما وياها طقوس ما تسمى ملحمة تأخذنا إلى شيء مما حصل في ملحمة قلقامش هو هكذا يعني هي الملاحم عبارة عن قصص يتداولها الناس بمراسيم معينة وتترك أثرا فيهم قطعا وهذه الطقوس هي التي تترك أثر في المجتمع وذلك يتمسك بها إذن قصة وطقوس قصة المقتل التي حملها الشيعة أهل البيت جيلا بعد جيل بطقوس ما حملوا قصة الحسين خالية من الطقوس يعني يذكر الحسين يوم العاشر بحزن وببكاء وبتعطيل الأعمال وفي ذلك روايات تماما تشير إلى هذه الطقوس فإذن الملحمة عبارة عن قصة وتقوش هذه الطقوس الششها أهل البيت الششها الأئمة من ذرية الحسين عليه السلام إذن هي لم تكن نتاج شخصي بقدر ما هي نتاج عقائدي نابع من الأسس الشيعي وهم أهل البيت هذه الطقوس ورسول الأكرم طبعا هذه الطقوس ولذلك ينبغي أن نتقيد ونقف عند حدود هذه الطقوس ولا ينبغي أن نضيف إليها مثلا عن الإمام الصادق عليه السلام يروي فبكى أو تباكى فله الجنة هذا طقس البكاء عند ذكر الحسين عليه السلام من هذا الحديث نأخذ طقسين الإنشاد والبكاء أحسنت وأيضا عن أبي عبد الله الحسين عن بعض أصحابه قال ونحن جماعة دخل جعفر بن عفان فأدناه إليه ثم قال له يا جعفر بلغني أنك تقول الشعر في الحسين وتجيد قال نعم جعلني لله في ذاك يقول فأنشدته فبكى وبكى من حوله ثم قال والله شهدت ملائكة الله المقربون هاهنا يسمعون قولك في الحسين ولقد بكوا كما بكينا وأكثر ولقد أوجب الله لك الجنة فبالتالي هذا جزء من الطقس وعليه الثواب في الأمال لشيخ الصدوق عن الرضا عليه السلام قال إن المحرم شهر كان أهل الجاهلية يحرمون فيه القتال فاستحلت فيه دماؤنا وهتكت فيه عرمتنا وشبي فيه ذرارينا ونساؤنا وأضرمت النار في مباربنا وانتهب ما فيه من ثقلنا ولم ترعى لرسول الله صلى الله عليه والحرم في أمرنا هو ليقرأ التعجية تماما الإمام سلام الله الله عليه وسلم وإن يوم الحسين أقرح جفوننا وأشبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كربلاء يا أرض كربلاء أورثتنا الكرب والبلاء إلى يوم الإنقضاء فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون فإن البكاء عليه يحط الدنوب العظام ثم قال كان أبي يعني الإمام الكاظر عليه السلام إذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكا هذا تقش تماما تقوش وكان الحزن يغلب عليه حتى تمضي منه عشرة أيام فإذا كان يوم العاشر كان ذلك يوم مصيبته وحجنه وبكائه ويقول هو اليوم الذي قتل فيه الحسين سلام الله عليه وبالتالي أحاديث كثيرة في هذا المجال و إذن في مشروعية تقوصها خلاصة ما عرفنا أن قصة مقتل الحسين محاطة بتقوش هذه التقوش أسسها الأئمة سلام الله عليهم من ذرية الحسين وبلا شك هم استندوا بذلك على ما جاء به الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله باعتبار أن الرسول الأكرم هو أول من بكى على الحسين عند ولادته وعندما يشاهده يأتيه زحفا ويحتضنه نعم جميل طبعاً طبعاً هذه الملحمة اللي هي قصة وطقش وطقوش تثير تساؤلات تساؤلات من كل الأطراف كاملاً تثير تساؤلات من المحايد وغير المحايد أحسنتم منها أسئلة عن الأسباب التي جعلت الحسين يتحرك الكوفة بحيث بعضهم يقول لا أنت أخطأت في حركتك نحو أهل الكوفة لأن هؤلاء سيغدرون بك واعتبر المسألة مثل شخصياً ثم أيضاً يخطؤون الحسين لماذا اصطحب عياله معه تثير أيضاً عن السبب أشئلة عن السبب الذي أن يقتصر أنصاره على ستين أو سبعين لماذا؟ المفروض من مثل الحسين عليه السلام يكون معه أكثر من من هؤلاء ومنها عن هوية الجيش الذي قتل الحسين عليه السلام فإن الرواية كما رأينا عن الإمام الصادق عليه السلام تقول خيلوا أهل الشام قتلوا الحسين عليه السلام بينما أبو مخنف فيه أبو مخنف في كتابه يقول الذي قتل الحسين هم آل الكوفة الذين رسلوه ودعوه ودعوه لنصره خذلوه وقتلوه وشبع عياله حتى يروي هكذا يقول لما رأى يجيد حالتهم دمعت عيناه وقالهم يا أهل الكوفة أنا كنت أرضى منكم بأقل من هذا ما كن داعي بالغتهم في قتلهم يعني تماما يبر هذه الروايات في الحقيقة كذب يعني برأيكم سماحت السيد ما قاله أو ما نقل عن أبي مخنف يحتاج إلى تدقيق طبيعي إلى أي مستوى طبعا يعني أبو مخنف راوي وقد عاشر الأئمة ثلاثة من الأئمة ما روى عنهم تماما وبالتالي الدراسة لروايات أبي مخنف تظهر لنا أن هذا الرجل عباشي الهواء عميل عباشي وعاشر أبو جعفر منصور ضانيقي وأبو جعفر تماما نظير معاوية في الأمويين كما معاوية نظر تداد للوضع في الروايات السلاح معاوية هو الكذب العباسي لأبو دور مهم سلاح سلاح أبي جعفر المنصور الكذب وممن سايره في الكذب أبو مخنف إذن هذا ما يلزم أن نحقق وندرس طبيعي لا ينبغي أن تقبل الروايات في غير مصادرنا هو في مصادرنا نحتاج إلى تحقيق فكيف مصادر آخر مصادر غيرنا وكيف بمصادر تبناها بن العباش وعمل على صناعة الأخبار فيها وهكذا تثير عن سر طلب الحسين عليه السلام من أخيه العباس أن يؤخر القتال وإلا هو المفروض أن القتال صار يوم التاسع من المحر بعث العباس أخاه قال إن استطعت من قل استفهمهم شنو هاي الحركة رجع قال يقولون الآن احنا ننازلكم أو تحددون الموقف جيد فقال روح اطلب منهم يأخرون يوم شنو للسر في ذلك شنو يا أبو عبد الله أنت تحب الحياة هناك شيء آخر وإنما ليوافق مقتله يوم العاشر سبب لأن يوم العاشر شيء عجيب يوم العاشر مذكور في القرآن الكريم عن أنه يوم قتل الحسين عليه السلام وعند الأمم السابقة أيضا والفجر طبعا والفجر وليالي عشر شيء عجيب يعني هذه من السور الخاصة بالحسين يعني معذرة سماء سيد هل هذا له تلازم مع القرآن ومع باقي الكتب السماوي الأخرى طبعا كتب السماوي الأخرى أيضا ذكرت ذكرت الحسين عليه السلام سيأتي إن شاء الله في الحلقة الأخيرة نتحدث عن ذكر الحسين عليه السلام في الكتب الأولى في التوراة والإنجيل والأسفار الملحقة بالإنجيل إن شاء الله من أجل تنظيم هذه الإثارات التي تثار حول قصة الحسين حول ملحمة الحسين عليه السلام لا بد أن تكون حلقات كما يلي حلقات من هم الأطراف الأساسية في الملحمة الأولى هذا عنوان الحلقة عنوان ينبغي أن نبحث إن شاء الله الطرف الأول حقيقة هناك طرفين هم الأساس في الملحمة هم الأساس الطرف الأول معاوية ابن أبي شفيان ويجيد ابنه ومعاوية ابنه ابن يجيد في سباطعش ولد عنده يجيد حتى تكون أكسورة وارحة لسيد المشاهد معاوية حينما خطط اطمئن لنفسه أنه عند تماما عدد من الأحفاد من سيواجهون خطأ أهل البيت ورح يشتقر الأمر في عدهم معاوية ملك الدنيا شرقا وغربا هذا واقع هل كان هذا بقوته سمحت السيد أم بدأ من آخر لا هو طبعا معاوية داهية أشار إلى ذلك الإمام علي داهية وهناك من مهد له من مهدت له قريش الأولى قريش الأول والثاني والثالث تمام أمدوا طبعا من الناحية العشائرية هناك من سانده في ولايته أصلا من الناحية العشائرية تترتب قريش إلى 12 قبيلة هذه القبائل مترتبة حسب صلتها بالرئاسة السلطة زعيم كلها كل قريش اسمها قريش البطح هي ذرية كعب هذه اللي كانت تنتظر النبي صلى الله عليه وآله أنه من ذرية إبراهيم يبعث نبي تماما تختم به النبوة وكانت مؤمنة به ولكنها لما بعث النبي اختلفتها كذب كذبته حشدا وبغيا تماما في هذا الباب تمام هذا ما تفضلت به بالحلقة الأولى سوف يكون أو أحد العناوى المهمة نعم في المحور الثاني المهم الذي سوف نكون على إشارة سيد المشاهد هو الطرف الثاني الطرف الثاني يعني لا يعني أكو أفكار كنا نطرحها قبل هذا تفضل سيد المخدشي هناك عشر دقائق من الوقت نعم هناك عشر دقائق سيد المخدشي عشر دقائق خب معاوية وضع خططا سبعة لإضلال الأمة تمام يعني حين ندرس كيف معاوية استطاع أن يروج ظلالته والظلالة التي رفعها في الحقيقة ما بعدها ظلالة بحيث خطط للجيل الجديد للنشئ أن يتربى على هذه الظلالة ما هي هذه الظلالة معاوية قال علي ملحد في دين محمد وروج إلى ذلك يجب لعنه وملاحقة شيعته يجب البراءة منه وتقص شيعته لعرض البراءة منهم من علي أن يتبرع أو يقتلوا تماما فهذه الخطط السبعة أولها أن يغتال الحسين الحسن والحسين فعلا يعني حين ندرس طريقة وفاة الحسن عليه السلام نجدها بالسم ومرات دس السم للحسن سلام الله أكثر من مرة لأنه العقب الكؤود أمام معاوية حتى ينفذ مخططاته هو الحسن باعتبار أن المعاهدة تقول أن الشروط تقول أن الأمر للحسن بعد معاوية وإن حدث بالحسن حدث للحسين سلام الله عليه هذه الخطة الأولى التي اعتمدها الخطة الثانية أن يمنع من نشر الحديث في حق علي حديث النبي في حق علي وأهل بيته ووضع حديث كذب في قبال كل حديث يعني خطة منظمة في وضع الأحاديث ثلاثة استئصال شيعة علي اللي باقي لا يتبرأ من علي واستئصال أربعة تحويل الكوفة إلى سابق عهدها زمن الخليفتين بتهجير أهلها وإشكان مكانهم من أهل الشام هذا قبل ما يقتل حجر أشكن في الكوفة عدد من أهل هجر من أهل الكوفة 25 نفسر في هذا إن شاء الله سامحة السيد نعم نفسر في هذا هذا إن شاء الله في وقته وتحويل خمسة إماتة الأمر بالمعروف والنهاع المنكر وتسمية الآميرين بالخوارج وبالتالي والخوارج أحاديث من النبي مأثورة ضدهم فبالتالي كل إنسان بعد يتهيب أن يأمر بالمعروف عن المنكر لأنه رح يتهم بأنه خارجي وهكذا 6 عين ولده يجيد حتى يضمن لخطته أن تمشي و 7 جعل البيعة للحاكم أساس أساس الإيمان وهذا هو هذه لها تبعات إلى يومنا هذا حسنت يعني من لا بيعة له للحاكم لا دين له شكرا بالتالي هذه خطط في الحقيقة ينبغي أن تشرح ولكن الوقت لا يشعنا الحديث عن ذلك لعله في خلال من خلال الأحاديث المقبلة قد نفصل في بعضها هذه تركت آثار سماحة السيد إلى يومنا هذا طبيعي طبعا يعني طاعة الحاكم خصوصا مو عند الشيعة عند أهل السنة في طاعتهم بمحورية كل المذاهب هذا نجد و يسمون بأولي الأمر حتى تم تفسير قوله تعالى أن ما وليكم الله رسول الذين أمنوا بأولي الأمر نعم إن شاء الله صفهم بذلك طيب سيد المهرج كم بقي لدينا من الوقت طيب بثلاث دقائق سماحة السيد ما يخص الطرف الثاني في الواقع الطرف الثاني اللي هو الحسين عليه السلام هذا نرجئه للحلقة الثانية إن شاء الله لأنه الحديث عنه ينبغي أن يأخذ قسطه من البيان فطرفين عندنا طرف معاوية وبني أمية معاوية قبله عثمان قبله أبو شفيان هذا الخط الأموي واستطاع معاوية في ظل الخط الأموي وفي ظل قريش أن ينمو ويحصل على مكان عد أهل الشام استغل جهلهم بأحاديث النبي في فضاء الأهل البيت عليه السلام في قبال معاوية الحسين وقبله الحسن وقبله علي ومن الخطأ أن نعتبر أن الحسين فقط في قبال يجيد أن الحسين في قبال يجيد قبل كما الحسين في قبال معاوية لأن معاوية هو المنظر هو المخطط وكما مر علينا أحصينا سبعة خطط لمعاوية استطاع فعلا إذا مشت هذه الخطط ينتهي الإسلام وينبغي على الله من باب نطفه أن يبعث نبيا يجدد دينه إذا نستطيع أن نجزم بأن الإمام الحسين بن علي عليه السلام واجه خطط معاوية كاملا الحسين سلام الله عليه وضع خططه في قبال معاوية لذلك نستطيع أن نقول أن الحسين عليه السلام وضع سبع خطط أيضا في قبال الخطط السبعة لمعاوية هذه هذه خطط معاوية تستهدف إضلال الأمة بظلال ما بعده ظلال بحيث يستدعي لو بقي هذا الظلال أن يبعث الله تعالى نبيا من جديد الله إلى هذا المستوى تماما الحسين عليه السلام تمام ومن قبله الحسن ومن قبله أمير المؤمنين سلام الله عليه صاروا الطرف المقابل لمعاوية فالحسين في قبال معاوية ويزيد صحيح الذي قتله يزيد وجيش يزيد ولكن من الذي فرض يزيد على الأمة معاوية المسطط الذي يزيد قال الباحثون من الرجال القدامى قالوا يزيد سيئة من سيئاته من سيئات معاوية سيئة طبعا يعني معاوية هو الذي فرض ولده يزيد سمحت سيد أنا ممتلك بالشكر الجزيل بكل ما تفضلت به وإن شاء الله في الحلقة القادمة سوف نتكلم عن الطرف الثاني وخصوصيته والنقاط التي واجه بها معاوية من خلال القطط السبعة التي وضع سيد الشهداء الإمام حسين بن علي عليه السلام شكرا لك ولك كل ما تفضلت به سادتي الأفاضل انتهى وقت هذه الحلقة نلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله يتبارك وتعالى أستودعكم الله الذي لا تضي عنده الوداع للقاء شكرا لك